بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كثير مننا ينتقل إلى بيت جديد يشتري بيتا جديدا يدخل بيتا جديدا لأول مرة الحقيقة القرآن لم يترك شيئا إلا وأشار إليه ووضع أسلوبا تعليميا لنا في حياتنا هذه الآية أوقفتني الحقيقة وأنا أدعو بها غالبا دعاء دخول المنزل أو دعاء عندما تريد أن يسر الله لك شراء بيت تريد أن ينزلك الله في أرض آمنة تدخل إلى بلد جديد تدخل إلى مكان لأول مرة تدخل فيه أي منزل تنزل بيه طبعا المنزل هو المكان الذي ينزل به الإنسان قد يكون فندق قد يكون سفينة قد يكون طائرة قد يكون شقة قد يكون أي شيء تجلس به وتستقر يسمى منزل سيدنا نوح كانت تعصف بهم الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال كان شكل الأمواج أيها الأحبة يرتفع لآلاف الأمتار وهي تجري بهم في موج كالجبال أعنف من التسونامي الله سبحانه وتعالى أراد أن ينجي نوحا من هذه الأحداث وهذه الأمواج وأن ينجيه من الغرق حيث أغرق الكفار في ذلك الوقت علمه دعاء النجاة إذن هذا الدعاء ليس فقط عندما تدخل إلى بيت أو مكان جديد لا حتى عندما تشعر بالخطر تريد أن ينجيك الله من أحداث تعصف بك وأن ينزلك الله منزلا آمنا مباركا طيبا ماذا تقول انظر أيها الأحبة الله أمر سيدنا نوحا عليه السلام قال له وقل إذن هذا دعاء من تعليم الله عز وجل يعني وقل يا نوح وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأنت خير المنزلين أي أنت يا رب خير من ينزلني ويحركني ويختار لي المكان المناسب أحيانا الإنسان والله أيها الأحبة اليوم بخاصة في هذا العصر كثير من حياته لا يعلم ماذا يفعل كيف يتخذ القرار الصحيح التكنولوجيا هذه التي أحاطت بنا من كل جانب حيرت الناس أصبح لدينا عدد كبير من الخيارات لا تعلم كيف تذهب ماذا تعمل هل تجلس في هذا المكان أو مكان آخر أو تسافر أو تجلس كيف تبحث عن الرزق يعني أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل واحد مننا اليوم تحير هذا الإنسان بسبب الضغط التكنولوجي الكبير وسائل الاتصالات والاختراعات وغير ذلك طبعا هذا الدعاء مفيد جدا أيها الأحبة دعاء سيدنا نوح في حالة الإحساس بالخوف الإحساس بالخطورة الإحساس حتى في حالة فيروس كورونا مثلا في حالة أنت تخاف حالة الخوف حالة الرعب ادعو بهذا الدعاء وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ماذا يعني ذلك أيها الأحبة ينبغي وأنت تدعو بهذا الدعاء أن تتذكر قدرة الله في الكون أن تتذكر أن الله هو المتصرف ليس فلان أو فلان أو فلان أنا عندما أذهب في قضاء حاجة ينبغي أن أستيقن قبل أن أذهب مهما كانت هذه الحاجة أن الله هو الذي يتحكم بهذا الذي أمامي ويتحكم بالبشر ويتحكم بالزمن ويتحكم بكل خلية من خلايا جسدي بكل ذرة من ذرات الكون لذلك الأمر منتهي وأنت خير المنزلين يعني يا رب أنا لجأت إليك في هذا الظرف الصعب فأنزلني منزلا مباركا اختل المكان المناسب الطريقة المناسبة التي أستقر بها لأنجو من المشاكل التي تحيط به وأنت خير من يفعل ذلك وأنت خير من ينزل وأنت خير المنزلين لذلك أحبتي في الله لا أريد أن أطيل عليكم تعلموا هذا الدعاء احفظوا هناك أدعي في القرآن ينبغي أن تحفظها كما تحفظ اسمك كما تحفظ اسمك وادعو بها كل يوم وفي حالة يعني دخول بيت جديد أو إذا أردت أن يرزقك الله بيتا ليس لديك بيت فهذا الدعاء أدعو به سبع مرات كل يوم حتى يهيئ الله لك هذا المنزل وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير بيت وهو في الجنة إن شاء الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته